هاني مهنة في رقاء مع يوسف الحسيني قال وبعبع وهو مش واخد باله بس الكلامه كان مهم ان احنا نشوفه وريني هاني مهنة بقى وهو بتكلم عن احمد عز امين السياسات في الحزب الوطني المنحل وهشام طلعت مصطفى القاتل اللي طلع احمد عز طلع دلوقتي وهو وهشام طلعت مصطفى طلع دلوقتي عايزين نشوف بقى كانوا عايشين ازاي داخل السجون وهم مجرمين في حق البلد دي وقارن انت بقى مع عصام سلطان وكيف تم قتل الرئيس مرسي وشوف الناس الموجودة في السجون دلوقتي عشان تعرف ان في دولة عميقة هي اللي حركت البلد وان ما بعد الثورة كان الامتصاص غضب الناس ليس الا شوف هاني مهنة واسمع شهادته اللي قالها من غير ما ياخد باله ولكنها دللت على حقايق وتعتبر شهادة في وقت مهم جدا في حياة الدولة المصرية والشعب المصري مبارك وستاذ جمال مبارك بدأت صدقتكم امتى في السجن سنة دا 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 اه ايام كان هما داخلوا السجن اربعتاشر اه لما دخلت انا كان اخر الفين وتراتاشر وخرجت يعني عدت ستة شهر اه فدخلت ترى لقيت حبيب العدل بنا ديو صحة جمال وعلاء اه مجموعة زباط احنا كنا كلنا على بعضانا ستة شر واحد قاعدين في اه اه مبنيين ياخد تلت تلاف واحد بس احنا احنا اربعتاشر فالحمدلله ستاشر في المكان ياخد تلت تلاف استبتعنا بس المكان تلت تلاف واقعين في اربعتاشر تتحسوا بالوحدة ليه مش لا بالعكس بالعكس احنا كل امكانيات يعني دخلت لقيت اه اه هشام طلعات مصطفى هم عامل جامع حاجة صرح بالمكتب مش عارفين جوة فطورة اه احمد اه اه عز عامل جيم وعامل سبا غير طبيعي باجل احدث اجهزة جيم وسبا تستجل التربزة البنج التربزة البلياردو عايز ان الناس بادوا لتغاوية موسيقى موسيقى قوي يعني ايوة اه انا دخلت كنت مخدود الاول يعني طبعا انا اول واحنا بقى برا جمعة اللي مش عارف ايه وجمعة متكيلتك ان انا قد حكم يعني فريد ديب معايا قال لي احنا راحين نهارك اللي ايه بتعرف ايه ايه دي علي قولي صحيتني ساعة ستة الصبح وانا مش عارف ايه مهم بتحكم علي طبعا لما روحت انهارك فبصيت لقيت انا طبعا راح ببادلة المحكمة روحت البس خلص شكرا لها هاني مهنة مش هنوعد بقى نسمع السطو ولكن في جيم وفي سبا وفي حياة زبادي في الخلاط وجمال مباركة داله شاشة LCD وقتها من عشر سنين وجمال الداله وتلاجة دي وحشاب طلعت مصطفى كان يعني بيكفر عن زامبو ان هو قتل في دبي فكان عامل جامع جوه السجن مكاني ساعة 3000 واحد في 16 واحد ده كان المشهد في الوقت اللي فيه الناس برا بتتقاتل وبتنزل جمعات ودول بيخولوا دول ودول بيعملوا مش عارف ايه دول كانوا في السجن مرفهين وطلعوا دلوقتي وهكذا تعاملت الدولة العميقة وسط طيبة المتظاهرين مش هقول حاجة تاني طيب السجون مفروضت سجون ادمية مفروض للجميع بس احنا شايفين مشاهد انا عايز بس تطريني خبر وفاة معتقل باسم شرطة بالبيس بالاهمال الطبي ما كانش محتاج سبا ولا كان محتاج جم ولا كان محتاج يتعالج اهو ده خبرة وفاة المعتقل اللي قدام حضراتكو بالاهمال الطبي تعالوا وريني بقى الطالب لما يكون في الزنزانة مفروض انه بيذاكر عشان الجامعة مش مكان بقى بيساعة 3000 وفيه 16 لا شوف المشهد اللي في الزنزين دلوقتي ده احد الطلاب في سجون مصر اللي فيها سبا وجيم لرموز مبارك يضرب البنات وتجاوز بحقهم اه انما البشوات لا البشوات يجي لهم السبا ويجي لهم الجيم ويعيشوا تسع نجوم في سجون المفروض بينقصين انها سجون طيب فيه صورة فيه صورة كلنا تخدعنا وقتها قلنا ايه ده البشوات بدد التحية بدد التحية الجمال باشا قالك لا 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 يا ايه ده وطلع ناس محسوبين على السورة واعلاميين ورموز وسياسين قالك لا 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 ده الزباط وقفين هنا والباشا اللي هو هناك فهم بيعظموا للباشا اللي هو في لحظة مع جمال معدي يا جماعة ما تبقوا السيئين الظن كده انتم مسكين على الوحدة الله ارحمه حافظة مساعدة في مرة على الفيسبوك لما المدير الامن بتاع البحيرة شتم في الصوار وشتم هم الفاظ نبي طلعنا قلنا كتابت انا كاحمد يعني اللي بيتطول على المصريين وعلى الصوار لازم يتحاسب دخل قال لي يعني ايه يعني اللي يغلط اي ان كان مرتبته يتحاسب قلت له يا فندم اين مش كده قال لي هي كده تبقى ثورة قلت له تبقى ثورة كرامة لشعب عايز عيش بكرامة الله يرحمه وكلام ما فيه تجاوز ولا حاجة قال لي اه والله عندك حاجة المشهد ده بيقولنا ان احنا كان بيتضحك علينا مش اكتر من كده وان التعظيم سلام ده تعظيم سلام يا فندم مش عشان اللي هو اللي هو واقف هنا لا ده البشوات بيعظموا لجمال باشا واللوى واقف بنحناء القدام زي ما حضراتكم شايفين يعني لجمال باشا هم كانوا شايفين بعض بشوات لحد النهار ده مش وقتها بس وشايفين ان احنا رقم اثنين احنا ترسوا بقى احنا المجتمع الناس الغلابة عرفت القصة ايه القصة ما كانتش ان مرسي كان حلو ولا وحش والثورة كان حلو ولا وحش لا 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 القصة وما فيها كانت ان هم البشوات واحنا الشعب احنا ولاد زي ما انتو عارفين بيقولها ايه